طيب حركة قبل الفصل على طول كنا بنشوف كده أم كلسوم وهي بتغني للقطن وستاذ محمد دياب قال لنا معلومة مهمة جدا نسمحها منك دلوقتي إنه أم كلسوم في الحقيقة وهي طفلة صغيرة كانت بتجني محصول القطن وكانت بتوفر يعني مليمات لأسرتها عشان حياتها وأسرتها هنا ارتباط حياة الفنان بش بس بالغنى لأ بحياته بالأرض الفنان كان مرتبط زي ما بقوله كده مجدود للأرض بش بس غنى لا ده حياة كمان نعم أكيد أكيد الغنوة كانت فيلم عيدة والمخرج بدرخي الحقيقة أقدم حاجة جميلة إنه نشوف أم كلسوم واقفة بتجني القطن وهي حقيقة كان بتجني القطن وهي طفلة وبتغني للقطن المصري طبعا أم كلسوم صوت مصر الحقيقة يعني الصوت العظيم صوت العرب كلهم يعني احنا نشوف الغناء للمحاصيل تحديدا يعني احنا عندنا طبعا قلنا الأمح الأمح أهم محاصيل عندنا الأمح هو القطن طبعا فيه كمان أنشودة القطن غنتها ندرة في فيلم أنشودة الفؤاد أو الفيلم غنائي 36 ألحان برضو الشيخ زكريا أحمد والشارخ المطران فيه كمان يابو اللبابيش يا أصب يابو اللبابيش يا أصب الأبنودي وباليخ حمديا نعم من فيلم شيء من الخوف يعني التركيز كان على المحاصيل الأصلية واللي بتشتهر بيها كانت الزراعة في الوقت ده يعني عندنا شادية مثلا زفة البرتقان طبوس طبعا على الشجر باليخ حمدي والأبنودي طبعا وعينة بلدنا والله إما سمرتي عينة بلدنا ناجي واندهلك عيال بلدنا يعني وإحنا بالحقيقة جدا الفنية شادية لأنه وفقت أنها تغني أغاني زي كده هي مطربة عاطفية خدت تجربة الغناء الشعبي لآخره يقول للراوي يوم الحصاد أغنية غنوة جميلة جدا يعني إحنا كمان عندنا في غنوة جميلة جدا عملها الشيخ سيد مكاوي زرع الشرائي اختلفوا عيدانك واكبر يا زرع الشرائي ده صباحك منور يخضر والخير في اللسائي المجموعة بتغنيها للشهر فوقت قعود الحقيقة أغنية عظيمة يعني دي من أجمل الأغاني لتعبر عن الفلاح المصري يعني كمان الشيخ سيد مكاوي عمل للشهر فوقت حداد حيوا معايا الخطوات حيوا مصر الفلاحين تولد مصر الأستوات حيوا معايا الخطوات ودي قدمها سنة 71 ومن نسبة الانتهاء من بناء السد العالي فحفلة اللي اتعامت في أسوان وحضر الرئيس السادات والزعيم الروسي خورتشوف وغنية جميلة جدا الحقيقة حصلت تطور في طريقة الغناء من الغناء ليه عيشة الفلاح البسيطة وللمحاصيل ليه بعد الثورة لما يعني الفلاح بقى عنده الأرض وبقى عنده الفددين الخاصة به فددين خمسة غنها العزبي يعني فيه تاريخ من خلال الأغاني اللي تقدمت نعم احنا طبعا نعيد الفلاح 9 ستمبر ده اليوم الصدر فيه قانون الإصلاح الزراعي سنة 1952 يعني بعد قيام ثورة يوليو وقل من شهرين وتم توزيع الرئيس جمال عبد الناصر وزع عقود الفددين الخمسة على الفلاحين بنفسه يعني في صور معروفة طبعا طبعا فتم اختياره يبقى دا يوم عيد الفلاح المصري طبعا كارم محمود غنة ندتني السورة خمس فددين بعد كده لما تعاملت في الإطردة في نهاية الخمسينات عمل الفددين خمسة لاستعراض اللي عمل الفنان محمود ردة جميل جدا يعني بعدين احنا بنلاقي في عاد تقديمه الفنان العزبي ولا أنا متلق بطا أفندي عاد تقديمه كمان محمد العزبي لا هي بتاعت محمد العزبي فددين خمسة مع مولاه ولكن في غنوة تانية قدتني السورة خمس فددين دا كارم محمود دا كيتأول مصادر قانون إصلاح الزراعي لكن فرقة ردة أساسة 58 تقريبا 59 فمحمد العزبي طلب معهم وعملوا الغنوة دي وعملوا لها استعراض رقص كده لتاريخ التحولات كلها في الريف المصري وفي المجتمع المصري